كابتن ايمان الحكم هو لان لامتى هيجيبه حكام بتتعلم في النادي الاهلي ده بيجربه فينا هقولك حاجة مهمة اوي دلوقتي فيه موضة في الحكام انك تبقى قوي على النادي الاهلي هيقوله عليك حكم جريء حتى لو انت فنان ضعيف اولا حكم فنان انا اول مرة اتكلم على التحكيم حكم فنان ضعيف جدا شكله ملعبش كورة او شكله مش فاهم الموضوع لان الكرة التعطيل اللي جات في ايد الجون اللي بيمسكها الهندبول اللي انت بتتكلم عليها دي دي اولا قانون ده انذار ده تعطيل انذار ده بناء اجمال اه يعني ولمس الكرة بالايد انذار كمان يعني اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن ايمان ان الحكم كمان مش فوتبولر يعني الراجل المطشاط الاهلي بالذات اهلي زمالك الاندال كبيرة لازم يجيبه حكام متمرسين حكام كبار حكام بيشتغل لانه فيه ضغط عصبي على الحكم فيه فرقة كبيرة بتلعب في الملعب فيه حتى الفار برا لازم يجيبه ناس بالذات الفار اكتر من الحكم في الملعب لانه الصورة دي لو فعلا لو تشافت كويس ان هي مش افساد ويبقى فيه تعمد كابتن سيد مرضاش يقولها انه هو فيه تعمد عدم احتساب الجول اللي من هذا الاهلي طالما انت شايف حاجة بيعنيك وتغيرها يبقى دافية تعمد انت فاهمني وهو صاحب الكرار مش الحكم لا هو صاحب لا هو اداله ليه انا اقولك حاجة انا شفتها انا شفتها بص يا كابتن انا شفتها اللي اتنين بيتكلموا مع بعض انا يمكن انت كنت جنب يا كابتن انا عادي اعادل يتكلم عارب يقوله ايه نفسي عارف اقولك انا من وجهة نظر بيقوله الكرة انا شكك فيها ومش عارف احسيمها تعال احسيمها معايا هو اللي هيحسيم رفل انه ما يحسيمهاش لكن ضعاف المشكلة في لجنة الحكام لازم لجنة الحكام تفهم حاجة مهمة كابتن اعادل انا عايز اقول لحاجة بس بخصوص حتة التحكيم وحتة الفار ديت اولا في الهدف اللي هو بفيه شك من تسلل الحكام ملوش رأي عارف يا كابتن يعني حتى الفار هو اللي بياخد القرار وبيعمل الخطوط ويقول له هو من برا اه هدف او تسلل اي مقرار مكاني او خطوط دي بتاعت الفار الحكام ما يجيش فيها الحاجات البنالت اللي هو فيه ضرب او تاكلنة او اي حاجة الحكام ممكن يجي فيها لمسة اليد الحكم لازم يجي فيها ولكن الخطوط بالوف سيد الحكم ايه الحكم المفروض ما يجيش والفار اللي يده ولكن هم قعدوا يتكلموا مع بعض عارف يتكلموا مع بعضها دي داي يقول له ايه طب نعمل اقول لك انا حسبوه ازاي قالك لو حسبناها جون وممكن في شك ان هي تبقى اوف سيدة تبقى مشكلة لأ نيجي على النادي الاهلي نعمل ايه النادي الاهلي ما بتكلمش النادي الاهلي كسبان بص الفكرة بتاعه النادي لايك ازمان النهاردة فما حسبهاش. عشر.